نحن نباتنا من عرضنا نحن ونتم كلنا سبع لا فرق بلها لبين ذات اليوم المملكة العربية السعودية تقوم باتخاذ كل الاجراءات القانونية للتحقيق واكتمال التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية الوصول للنتائج وتقديم المذنبين للمحاكمة واخذ العقاب الرادع العدل والحق ثوابت هذا الوطن التي لا حياد عنها او فيها بيان للنائب العام عن ملف قضية المواطن جمال خاشقجي يرحمه الله وتأكيد على المسار القانوني المستند الى حقائق ووقائع جاءت بناء على تحقيقات اجريت مع الموقفين الواحدة والعشرين حيث اوضح وكيل النيابة العامة والمتحدث الرسمي شلعان بن شلعان ان قائد المهمة تواصل مع اخ الصائي ادلة جنائية لمحو الاثار مؤكدا انه تم التوصل الى اسلوب الجريمة وهو عراق وحقن ادى الى الوفاة تم توجيه التهم الى 11 منهم ويقامت الدعوة الجزائية بحقهم ويحالت القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول الى حقيقة وضعهم وادوارهم بيان اجل الحقائق وفند الادعاءات واكد ان زمام الامور بيد القضاء السعودي المخول الوحيد بالتعامل مع هذه القضية كون المواطن السعودي والجريمة تمت على ارض تابعة للسيادة السعودية وما طلب النيابة العامة تطبيق عقوبة الاعدام بحق قاتلت خاشقجي الا صوت الحق الذي يعلن لكل من يحاول تسييس القضية واخراجها عن مسارها ان المملكة ماضية في تطبيق العدل والقصاص بمن ارتكبوا هذه الجريمة ولا سماح بالتدخل في شؤون المملكة الداخلية نحن نرفض اي محاولة لتسييس هذه القضية او اي محاولة للتدخل في شؤون المملكة الداخلية ونحن نعتقد ان الانتقادات والهجمات الشريسة ضد المملكة لا اساس لها وغير منطقية القيادة ومنذ البداية اكدت على المضي قدما في تقديم المدانين للعدالة وقدمت التعازي والمواساة لعائلته واسرة خاشقجي اخرصت الالسنة من قبل وكشفت انه لا مجال للمزايدة رسائل بيان النيابة المملكة تعلنها واضحة هنا دولة العدل والقانون ولا احد فوق المحاسبة